أعزائي المشاهدين نرحب بكم من جديد في قناتنا على اليوتيوب وقناة داري دبي في هذا الفيديو سنريكم تطبيق جميل جدا للقيام بحجوزات السفر طبعا بقيمة رخيصة فوق ما تتصور وقيمة منافسة تبحث عنها من خلال الأيام طبعا سوف تقوم بمقارنة الأسعار من يوم إلى آخر أنا براويكم الطريقة على السريع طبعا تقوم بالبحث في الأبل ستور عن تطبيق اسمه هوبر طبعا هذا هو التطبيق هوبر فلايت اند هوتل ديلز نقوم بفتح التطبيق مثل ما نشوف هذه واجهة التطبيق سهلة جدا في التعامل نضغط طبعا تقوم بالبحث عن الفلايتس والتي هي تذاكر السفر أو الهوتلز اللي على الجهة الأيمين اللي هي للفنادق وغيرها نضغط على الفلايتس طبعا نقوم بالبحث عن الوجهة طبعا نخلي الوجهة هي من دبي إلى مثلا جد نقوم بالضغط طبعا نشوف اللي هي الألوان اللي موجودة فوق بالأخضر ومن ثم بالبرتقالي ومن ثم بالأحمر ومن ثم بالأحمر الداكن من جهة اليسار إلى اليمين هي التذاكر طبعا من الأقل إلى الأعلى طبعا مثل ما نشوف في الجداول هنا مثلا خلنا نقول أن السفر بيكون في شهر أربعة أي أبريل نقوم بالضغط على شهر أربعة مثل ما نشوف العلامات الخضر اللي موجودة باللون الأخضر نقوم بالاختيار فيما بينها إذا كنا حابين أن تكون الأسعار مناسبة أو مثلا بحدود الألف وخمسين درهم وغيرها طبعا إذا كل ما توجهت باللون من جهة اليسار إلى اليمين فأنت تتجه بالسعر من الأقل إلى الأعلى ومن أنه ممكن أنك تختار بين لونين مختلفين يعني مثلا خلنا نقول من تاريخ خمسة إلى تاريخ اثنين وعشرين ومن ثم نقوم بالضغط على select this date ومن خلالها بتشوف الأسعار اللي تظهر في هذا التطبيق طبعا هذه الآلية من الممكن تأخذ منك بعض الثواني لأنه يقوم بالبحث ما بين شركات الطيران المتوافرة جميعها اللي هي تطلع من إمارة دبي إلى جدة طبعا طلع أول خيار اللي هو current lowest price اللي هو 856 درهم نشوف مثلا ننزل تحت على أسفل الشاشة view flights باللون الأزرق طبعا أول رحلة هي من فلايد بي طبعا رحلة مباشرة ب1065 درهم السعر الثاني هو السعر الأرخص ب 856 درهم فقط طبعا في طيران ناس والساعة اللي موجودة عندك هي من الساعة 49 مساء هو الوصول في جدة في 12 مساء أو في منتصر في الليل طبعا هذه هي طريقة الأسعار أو طريقة أنك تتبحث بالسعر ميزة هذا التطبيق أنه يعطيك السعر من يعني من أدنى سعر إلى أعلى سعر على حسب رغبتك هذا هو باختصار مشروع التطبيق طبعا أعلى سعر مثل ما نشوف حاليا هو 4409 درهم بطيران الشرق الأوسط وطبعا في 10 ساعات ومع ترانزيت هذه أغلى سعر لل للرحلة الانفسة نرجع مرة ثانية طبعا بالنسبة للفنادق طبعا تقريبا شبه مشابه لنفس الطريقة تبحث عن المدينة ولنفرض أنها تكون جدة نفتح يطلب منك التاريخ المطلوب طبعا في الغالب لازم تكون مثل تاريخ الرحلة فنفرض من تاريخ 6 إلى تاريخ 24 فرضا يعني ونقوم بالبحث وبتطلع لك كل الفنادق اللي موجودة مع سعارها من الأقل إلى الأعلى طبعا أقل وحدة هي 200 درهم طبعا نعمل هنا فوق على جهة اليمين سكب ومن ثم نقوم بالبحث طبعا توجد الكثير من الفنادق سواء بنجمة بنجمتين بثلاث بأربع نجوم كل شيء واضح في هذا التطبيق طبعا السعر أتوقع هو سعر باليوم وبالنسبة إلى ممكن نشوف هنا مثلا compare our price أو مقارنة الأسعار ما بين هوبر وبوكينج دوت كوم السعر في هوبر هو أميد درهم في بوكينج دوت كوم هو أميد درهم مثل ما قلت لكم التطبيق مفيد جدا في حجوزات تذاكر السفر وطبعا تستطيع إكمال حجز تذاكر السفر من خلال التطبيق نفسه بإدخال البيانات والمعلومات ومن ثم الحصول على التذاكر السفر إلكترونية أنصح بشدة بهذا التطبيق تطبيق مفيد جدا ومن أفضل التطبيقات اللي مرت عريي أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى إن شاء الله استفادتكم وكل الشكر والتقدير للمشاهدة أشكركم على حسن المتابعة